لماك نيوز مع وزير التربية نوردين للنوري اللي يكشف خلال مناقشة ميزانية الوزارة للعامل مقبل بالجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أنه جملة الاعتمادات المقترحة لوزارة التربية بلغت خلال السنة المالية المقبلة 8044 مليون دينار مقابل 7917 مليون دينار في سنة 2024 أي بزيادة تقدر ب126 مليون دينار الوزير يؤكد أنه تم رصد اعتمادات بقيمة 599 مليون دينار لتأهيل البنية التحتية المدرسية ويوضح أن هذه الاعتمادات المرصودة تتوزع إلى اعتمادات بقيمة 191 مليون دينار لتوسعة المؤسسات التربوية و258 مليون دينار لتهيئة المؤسسات التربوية والتأهيلها و42 مليون دينار لأحداثات وأشغال التوسعة والصيانة لمؤسسات التكوين والمرافق الإدارية بالمندوبات الجهوية للتربية كما يشير المندوبات الجهوية للتربية كما يشير إلى أن الاعتمادات هذه ستمكن من برمجة إنجاز 850 تدخل تتوزع إلى إحداث 21 مؤسسة جديدة فضلا عن إنجاز 494 فضاء جديد وتهيئة 320 مؤسسة تربوية و20 بنية إدارية وتكوينية كما تم تخصيص وفق تصريح الوزير 108 مليون دينار لاقتناء تجهيزات تعليمية وأعلامية وأثاث مدرسي بلغت جملة الاعتمادات المخترحة خلال السنة المالية 2025 لوزارة التربية 8044 مليون دينار مقابل 7917 مليون دينار خلال سنة 24 أي بزيادة تقدر بـ 126 مليون دينار ورغم أهمية الاعتمادات المخترحة لقطاع التربية وما تمثله مقارنة بإجمالي لزانية الدولة فإن جزءا هاما منها هو للتأجير وجزء آخر هو للتنمية وبطبيعة حال عندما أتحدث عن مشاريع التنمية فأنت أتحدث عن مشاريع البنية التحتية التي نتفق جميعا في تشخيصها أن هناك الكثير من المؤسسات التربوية التي تحتاج إلى كثير من التدخلات العاجلة سنعتمد في هذه المقاربة بالتشاول والأنصاتي إليكم على تحديد الأولويات وتحديد ما هو عاجل لكل هذه التدخلات وهذه البرمجة بالنسبة للسنة المقبلة أولا هات نبدأ بالميزانية في حداتها اللي زادت بـ 126 مليون دينار نشوفه ميزانية بـ 8 مليار دينار سوفيان تزيد كان بـ 126 مليون دينار يعني نسبة الزيادة ضئيلة جدا هات ندخل شوية في تفاصيل هالميزانية هذية يقول وزير التربية سي نوردين النوري يقول كون الاعتمادات المرصودة تتوزع الاعتمادات لتوسعة المؤسسات التربوية جزء منها لتهيئة المؤسسات التربوية وتأهيلها والجزء الآخر لإحتفات وأشغال توسعة وصيانة لمؤسسات التكوين والمرافق الإدارية بالمندوبيات الجهوية بهي انو معناها كما قلت زيادة ما هيش خارقة العادة طفيفة جدا من منكم من اعتبروا هيش زيادة ما وإمكانية الوزارة هي في الاصل ضعيفة هذا شي يخلي يخلي انو برك الله فيهم ساهم قاعدين يعملوا في جهد وتحسنوا اللي يحاولوا يحاولوا لكن رأوا شوية بالكل رأوا مزالة مشاكل كبيرة على مستوى البنيانة التحتية منها انو ما هوش معقول في سنة 24 وداخلين على سنة 2025 انو مزالة فما مدارس ما عندهاش الماء الصالح للشراب لو هذا ما هوش معقول مزالة تنهزوا للماء في سهاريش لبعض المدارس هذا ما هوش معقول وفي الحقيقة الوضعية وزارة التربية وضعية وضعية أكثر برشة سعي ببرشة لانو لانو مزالة كل عام نلقاه رواحنا شغورات متاعها ستة لايف وسبعة لايف ما معناها في المدارس وفي المعاهد لليوم فما مدارس ما قرأوش ولا ساعة في بعض المواد لليوم قربنا السمسر لول فما معناها هذه حكاية حكاية الرياضة تربية البدنية في المدارس الابتدائية بجاه ربي يلقى فيها حل راهم مش معقول معلمين يقريوا في مواد أخرى يجيوا يقريوهم في تربية مدنية ما هومش مؤهلين بدنية ما هومش مؤهلين ما هومش مؤهلين ان التربية البدنية راي معناها حاجة خرق العادة لنبعد لتكوين نجا من غير ما نحكيه على العنف العنف داخل الفضاء المدرس والعنف داخل الفضاء المدرس هو نتاج لعنف عام في الفضاء المجتمعي متاعنا لكن احنا في الفضاء المدرسي استسهلناه خلينا صغيرات يلعب معناها معناها يجروا يدازوا يضربوا بعضهم كده علش ليانو مفهمش قايمين لانو مفهمش مفهمش مؤطرين مفهمش تكتير الكيف مفهمش مؤطرين اكثر منها كاكا العنف ولا عنف مواجه ضد المعلمين والسادة والدين والدين اولياء يدخلوا المعلم يضربوه يدخلوا الاستاذ يضربوه يجب حماية المربين الاسادة والمعلمين من العنف المصلت عليهم يجب حماية التلاميذ من العنف اللي يعيشوه اللي هما ضحيته معناها حتى كان يمرسوه ضد بعضهم لكن هما ضحايا في الاصل ثم هنعودو نرجعو للنمنامى الديسك المشروخ اللي هو الاصلاح التربوي داوين بش نعملوه ولا ولا لا وهو سوفيان اذا كان نحبو نصلحو حوال البلاد هذي عندك اول حاجة يزمها تتصلح هي المنظومة التربوية وباللي قاعدين نشوفو فيه قدامنا وكنا نتفرروا في مداولات المجالس الاثنين في علاقة بمناقشة ميزانية التربية ووزارة التربية ما نراوش اللي فما اي اي علاقة بعملية اصلاحية دونك يا اما بش نجي ونصارحو رواحنا ونقعد ونقولو بش نصلحو المنظومة التربوية على بزو معناه ينفو بورتوت يما بش نقعدو فيه اه زيد سفر فاصل من عرش قداش في المياه للميزانية اللي اغلبها تمشي اجور وزيد مش عارف شنوه منه ونقص منه وهذا شباك بش نصلحوه وهذا حيت بش يتيح وسقف بش يتيح بش نقعدو معناها في ديوراف استولاج اللي هو ما هوش بش يخرجنا من وضعيتنا اللي احنا فيه في حين انه اه الاسلاح يجب يكون اسلاح عميق واخطر الاخطر من هذا شنوه انه وسنه تقريبا انا نعرف اللي فهمه مشروع متع اسلاح تربوي تخدم عليه لسنوات مبين وزارة التربية والعديد من الاطراف المتداخلة اه اه منهم المعهد العربي لحقوق الانسان منهم النقابات متعلق الاسمهم متفقدين الى غير ذلك ووصلوا الى شيء عملي تقريبا نقصة كان المصادق عليه اه ومبعد اذ محل نسينا نسينا الموضوع دي هدا فانا فترة سوفيه بعد الثورة دي بعد الثورة المعنيها ومبعد اذ محل يعني تقولش عليها ما نحبوش ريالما نعملو اسلاح تربوي نحبو الوضعية تبقى كيكا عليش شنية قوة اللوبيات متاع التعليم الخاص اللي خلي اللي انو هذي هيا طولي تتسائل يخي التعليم الخاص بهذه القوة اللي يخلي الدولة تتخلى على التعليم العام بشنوته ثم انو تعليم الخاص نحبو ولا نكرهو خلينا من البورج اللي قطيش يمثل اليوم ما يمثل حتى شيء حتى شيء ما يمثل حتى شيء وزياد القرى هذا هو نتيجة وليس سبب ومبلوس انو نتيج المناظرات المناظرة الاسسية اللي هي الباك تعطي انو التعليم العام هو الاصل هو القعدة هو السيس بالفعل يوم في لنفوديوماك نرجع على الاعتداء على رئيس حزب العمل والانجاز عبدالتيب في المكي معنا بتليفون نائب امين العام للحزب سيا احمد النفاتي ضيف لنفوديوماك اشتركوا في القناة